زي يقول لك يا مولانا هددوني قالوا لما حرحتيش الحجاب مش هتشتغلي يعني ربنا هرزقك وانت غير محجبة ويمنع عنك ريزق وانت محجبة انتهب للبعيدة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد شهيدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفين الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضلة الإمام الدكتور أمار عبد الكافي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أحسن الله لك سيد سيد ما سر هذه البسمة الجميلة التي تعالو وجهك والله يعني إذا كان الإنسان مننا عبدا لله فأجب أن يكون مبتسما لأن هذا فخر له وعطاء إلهي لم يكسبه بعمله وإنما كسبه بفضل الله أولا أخيرا والعم بالله جعلنا له عبادا وهدانا إلى ثواء السبيل إن شاء الله سبحانه مارك الله نكمل أحراتنا مع الصفة الحديث عشرة أيها من صفات القلب السليم وهي صفة لانشرح أو انشرح القلب في قولي تعالى ألم نشرح لك صدرك طبعا الصدر هنا بمعنى القلب المجازي يعني كيف يكون القلب منشرحا وما هو الانشرح أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من لم يتحمل ألم الهجير لم يقل في ظلال الشرف يعني هجير الحياة صعب على الناس نعم صحيح دنيا تتزين شيطان يووي زوجة متقلبة زوج متعب أبناء غير بررة مدير في العمل سمج يعني لو جلس حمار مكانه لكان خيرا للمؤسسة كل هؤلاء أو كل هذا ابتلاءات أن يهين اللئيم الكريم أن يتعالم الرويبضة ويصير محدثين ويملأ الدنيا ضجيجا أسوأ من نقيق الضفاضع بالليل كل هذا هجير يلفح قلب العبد المؤمن الصافي النقي فلم يقل في ظلال الشرف كيف يستريح الإنسان في ظل الرحمة الإلهية والطوانينة القلبية إلا إذا اكتدي لأن كلمة الفتنة تقولون عنها فتنة الذهب أي أن يذاب يميزه خبيث من الطائب يميزه خبيث من الطائب يميزه وبعضين الجواهير يعمل يأخذ من ناحية التانية الذهب الإبريزي الخالص اللي هو كثفته 13.6% ويرتفع الخبث فأما الزبد فيذهب الجفاء وأما ما ينفعه الناس فهم كثف الأرض لم يصبح ذهبا إبريزا إلا بعد أن فتن حرق وهذه حكمة من الابتلاء لابد لابد التمحيص يعني يترك الناس هكذا يدعي كل منهم الإيمان ويوم القيامة يلاقي الصابر داخل بدون حساب وليش معنى أنا وهو أنت لو ابتليتني زيه ابتليناك فلا من تصبر لألا يصير إلا كنا للناس على الله حج ومعلى ربعا ما ينفعش طب إحنا دخلناك في الأطول ما تحملت ومن لم يبتلى فليراجع حساباتي مع الله كان زمان العلماء يقولون لو مر عليك أربعون يوما لم تبتلى فيها فراجع حساباتك مع الله أنا أقول لك أربعين يوم أقول لكم المشاهدين كل أربعة أيام إن لم تبتلى بثقيل ظل أو سمج أو قليل أدب أو منحط على شاشة راجع حساباتك مع الله إن تبيت هين على الله ألا يبتليك وإنما ابتلك بهذا فخلاك بينهم الله أكبر يا ابني فيه أجد شيء طب وانت ماشي على طريق شارح صلاح السلم المعروف في القاهرة فيه تمر وانت رايح على المطار في أظن مصر القديمة منطقة اسمها المدابخ لفهم أدول الجلود تشم فيها راحة الدباقة نعم الجلود طبعا أه فأنت لا تتحمل هذه الدقائق لكن الذي يعيش معها أعانه الظالك إن هو فقط حسست التمرد لأن الحس تعود وهم خير الناس لأنهم يعملون نعم حسن يظن بس أنهم كانوا على تعود الرائحة أيضا لما لما مثلا تمر على كده السراصير والخنافس عزك الله لا تستطيع أن تعيش في مكان معطر مثلا في ريح طيب ريح مسك تموت بسفسك الخانق فعلا تقتل إذا وضعناها مع مسك مثلا ضعها فساء في كومة من الورد والعطور تموت ضعها في كومة السباخ والسماد وعزك الله القذورات تنتعش وفيه ناس في مجالس الغيبة تحلو المجلس وفي مجالة الذكر يبتدي يبص بالساعة طيب ويقلق بس هم يقلبوا دلوقتي القناة على فكرة لا ما شاء الله المتابعون لنا من أهل الرواحة الطيبة هم حاملوا مسكي أنا أستفزهم أعلميا فقط وعندين هم بالضبط يصدفون في بيوتهم مش قهرا وإنما اختيارا وحبا ونحن نحبهم كما يحبون كيف يكون انشراح القلب ومعنى الشراح إذا دخل الإيمان قلب العبد انشراح القلب وانفسح يعني انشراح حلو نقوله يتجافى عن دار الغرور يبقى الدنيا قنطرة مجاز والموطن الأخيرة يا مؤمن أي رقم تنسبه إلى مال نهاية تقسمه على مال نهاية يصير صفرا في علم الرياضة علم الله الحساب نعم أي رقم يقسم أي رقم ألف مثل على مال نهاية يصير صفر الدنيا رقم ما الدنيا بالنسبة لي مش ألاف السنين منذ آدم إلى لا الدنيا بالنسبة لي عمري أنا هذه الدنيا هذه قيامتي أساسا هذه قيامة الله يرضى عليه فلما أنسب عمري ولو مئة عام إلى مال نهاية وهي الآخرة كم يساوي لا شيء فلما بالجدس يأخده كم مليار من الدنيا ما خد من الصفر والملياردرات بتحفر بالسبحان الله أخذوا إيه أخذوا جزء من جناح البعوضة لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة وتقتلوا عليه وتقوم الحروب وأدوقت الناس كل ده الجناح بعوضة على شيء لم يساوي جناح بعوضة المؤمن يكون هذه نظرته القضية إن قارون لدو حظ عظيم فلما صبح فقه الواقع خسفنا بي وبدأ خسفنا قال الذين تمنوا وكانوا بالأمس استنارت بصيرتهم استنارت شيء من بصيرتهم لأنه كان لو عنده بصيرة كان رأى نفس الرؤية قبل أن يرى الواقع لأن في ناس لا تؤمن إلا بالواقع والله يريد منها إيمانا بغيب لكن العين غالبا تحب أن تقلد العيشة الحسنة الثوب الحسن والمنزل الحسن والبيت الحسن والمركب الحسن بالعكس وهذه تكاليف الحياة كيف ينشلح الصدر الإسلام قارن بين الفخر والكفر قارن بين الفخر والكفر في ماذا يعني في درجة أن الإنسان الرسول استعاد منهما تمام كده قال أعدلان يا رسول الله ومن زي بعض يعني قال نعم الله أبو حنيفة أبو حنيفة هذا العقل الجبار الذي يعني صاحب المذهب صاحب يعني أهيم بعقله الحقيقة يعني 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 يقول لا تستشير أو لا تستشير من ليس في بيته دقيق تستشيره زي أخو ما عندهش العقل في خبز شبعه الأول عشان عقله يبتدي يعقل تمام ف ف من الناس بعض يرغي في الخبز حلو حلو جميل جميل الإسلام ضد الفقر أو يعالج الفقر نعم وجعل الله قوت الفقير في فضل مال الغني وهم خمسة موارد لمعالجة الفقر في الإستان ناهي أولا الموسر يتولى فقراء أسرته وقبيلته وعشرته تمام تكليفا من يجعب الزكاة نعم نتكلم على لأن المال ماله الله الماله مالي بس ف إذن هذا هو المورد له المورد الثاني الزكاة تمام لأن ربنا أعطى لك أنت عشرة أرغفة تمام نعم أو رزخة في الشهر بمئة رغيفة كان بس رغيف يعني قريقة كماندة نسخيح قال إحنا عايزين من رغفين ونص طب أنت أكلت المية أو أكلت خمسين وألقت في في المعاية خمسين يبقى تجوعت كم واحد تمام كتير تمام يبقى في يبقى في الغني دعم لإيه يعني هي زكالة أخذت تكفي الكل بالمناسبة في الأرض يعني مية في المية مية في المية تكفي زكاة الدول المنتجة للبترول في عالمنا الإسلامي خمسمية اتنين وسبعين مليار دولار سنويا لأن زكاة الركاز عشرين بالمية ده رقم فلكي نص نص كل سنة سنويا فلو على مدى عشرين سنة أي فقير في عالمنا الإسلامي هي نفوض الحكومات تطلع زكاة على الركاز وعلى الكنوزي اللي في باطن الأرض مية في المية فعلا هم البند زكاة الركاز دي في الفقه عند الفقهاء كلهم عند الأشخاص لا حبيبي والدولة عبارة عن أشخاص يعني عند الفرد لو عند فرد والدولة عبارة عن أشخاص عن مجموعة أشخاص طب لماذا تسأل ففض على الدول أن تقيم الركاز عنده وتخرج عليه زكاة طبعا مش بيتبيعه طيب مش رزق الله نعم ورزق الله الذي لم يتعبوا فيه كما تعب الفلاح البسيط بس هم الحكومات تطلعون من ده الحكومات بتاخد الفلوس من الناس يعني بتاخد من الزكاة لا مسألة الضرائب الضرائب إذا لم تكمل الزكاة إطعام الفقراء والمحتاجين والمصارف الثمانية تفرض الدولة على الأثرياء شيئا من ضريبة معقولة يستطيعون دفعها لتكملة الزكاة الزكاة هي المقدمة هي الأول لا ده المصدر الثاني ده المصدر الثاني ثالث تمام الثالث خزانة الدولة الدولة فيها خزانة آه من ولي لنا عملا وليس له بيت فليأتخذ بيتا ومن ولي لنا عملا وليست له زوجة زوجناه ومن ولي لنا عملا وليست له دابة أو جدنا له دابة ها تعايزي بان ده من اللي قال كده من الجميل اللي قال كده هذا أنا عايز أسمي عن الناس بجد من الجميل الذي خال هذا الكلام هذا كلام من حزم في المحلة نعم واستنادا على كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يالي لانا عمل لازم أجده بيت وأجده دابة وأزوج الشاب الولد المتخرج من الكلية أمار يصيح في الشارع ما أصدقى أتجوز بدر هيخلف بدر وهيخلف كتير وهيبقى عبقى يعني ينجب من نستثمره ليكون معطاءا بعد سنوات أنا هنفق عليه عشرة ويأخذ منه مليون بعد كده لأن العنصر فاعل ده بناء الدول هكذا هي كده إذا أردنا لكن إن شراح الصدر في خضم الحياة وفي تكاليف الحياة كيف يجده الإنسان المسلم أصدقى شوف أبي يجد ضيقا في صدره صبره بالله إذا نظرت تحت أقدامك لن ترى إلا أرضا فيها حفر وفيها يعني حفر المهانة وحفر هذلة ولكن الذي يرقب النور ويرقب سبحان الله السماوات العلى في أنه عبد لله وأن هذا الكون ملكه لله وأنا عبد فيه ألا زي يقول لك يا مولانا هددوني قالوا لما خرحتيش الحجاب مش هتشتغل يعني ربنا هرزقك وانت غير محجبة ويمنع عنك رزق وانت محجبة انت هابل البعيدة لا لا سيئ الله سبحان الله وما نقوم منه قالوا ليه 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 كن مع الله يكن الله معه كيف في علاقة بالملك يشوفه رؤية وميخرج جوسف من السجن عشان يقول على الكرسي في علاقة سببية لهذا لا إن ما هو عطاه الله قصة يونس كلها على بعضها تحت عنوان ايه وربنا سبحان الله كان قدر أن يهدم السجنة ويهدمه أي هذا سبحان الله والتي يجي جماعة يهدمه لا رؤية خفيفة تسلم سيدنا يونس في بطن الحوت عليه السلام عنوان القصة كلها ايه عنوان القصة ايه عنوان القصة ايه اني بنت من الضريح تفرد الأحدية لا إله إلا أنت سبحان الله تفرد الأحدية الحوت اللي يأخذ هذا يا حوت لم أرسل لك عيونس طعاماً وإنما أرسلتك إليه حافظة يطلع الحوت كلك مدة يفتح فمه عشان ينزلوا السجين لهذا الكائن البشري وهذا الحوت الأزرق ده يقف الإنسان على فمه عندما يتسح بطوله لواحد مئة وسبعين مئة وثمانين سنتر هو فمه وده جوى الحوت من جرب أن يكون داخل الحوت ثم يخرج ثم يرسل إلى مائة ألف وبعدين شوف حنان الألوهية حنان الرحمة الرحموت اللي هي وأنبتنا عليه شجرة من يقتل ايش بحنا ليقتل قال لك ورق القرع عريض ولا يقربه الذباب وده ليسه طالع بدم من جوه فهي إرعاية الله عناية الله يا مؤمن أنت بينزل الواحد بنام بطنه أمه ياخد سبحان الله قال ايه في الأول خالص كان حبل سوري نعم تمام يعني ايه باب واحد لما نزل ثدين بابين أغلق عليه باب فتح له ايه بابين فطن بقى أربعة طعامان وشرابان خلاص نعم النبات والحيوان والماء واللبن خلاص يبقى ايه أربعة وغلق عليه أربعة وكم من الصالحين تفتح له أول جنة الثمانية فأنت عايش في متوالية هندسية مع الله مش متوالية عددية الله متوالية هندسية نهاية الطبيعة وقال انك يحب البلاد إليه جميل لماذا يجبر خطر الصحابة يعني هو بش يجبر خطره بس هو طبعا بالوحي الأعلى ده قضية لكن القضية في ايه هذه أرضه اللي انتصح في البداية قد تصح بعد ذلك لكن يا مؤمن اخواننا اهل المدينة ربنا يحفظهم جميعا ويحفظ كل بلاد المسلمين يقول لك يا شيخ ده كلام خطير استني هل هل هذا معنى بعد إدن فضلتك يا ننتظر هناك هل هذا ينفي فكرة الأوطن طب هو الرسول مراحش وطنه في عدم مك رجع إلى المدين وضع عنوانا للوطن الوطن الذي تجد فيه عقيدتك هي وطنك طب هو مرجعش مكة معينه فمسقط رأسه وعت في المدينة كم هو يرجع مكة أما العرقية هذه الأوطن مسميات وإحنا أولدنا فيها وأنا حنه إليها ماشي ولكن لا تقدم على العقيدة لا تؤمن الوطن قبل الدين مهدين نزل في الوطن حبيبا المفروض يبقى الوطن الأول يعني جميل جميل لكن الوطن الذي لا يقدم ديني أنا ماشي على جسر والجسر ده بناه مهندس للصاب ولو مش يتعلم السيارة هسقط أركب الجسر فضلتك تركب الجسر؟ أنا مركبش الجسر سبحان الله قال أنا القدمية يظهر الأرض أني رأيت الأرض أثبت منك 怀ره قلق أنا القدمية تبهنس استقاعس عنه مهري محاذرة فقلت مهرة أنا القدمية ظهر الأرض إني رأيت الأرض أذفت منك ظهرها أخف على الأرض الواقع أرض الوطن التي أدعو فيها الله عز وجل هذه أرضي هذه وطن بارك الله فيك وفي أوطاننا جميعا أمين يا رب أمن الله أوطاننا بالأديان اللهم أمين يا رب العالمين وصيّة مفضلتكم في آخر هذا أريد أن أقول يعني الإنسان المسلم يجب أن تظهر عليه نعمة الإسلام بالليل أو بالنهار وفي الصباح أو في المساء بحيث لو رأانا أحد أو تعامل معنا قال إنكم من المحسنين بارك الله فيك وحسن ورايك شكرا وشاهدين الكرام مستمعين العزاء نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جمعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلم العلامة وفضلت الإمام الدكتور أمار عبد الكافي شكرا بارك الله فيك شكرا وفيك بارك وحتى ضماني لقاءة جديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ومرحبا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم